السلام عليكم ورحمة الله أخيرا تعلن شركة كونامي في حسابها على انستغرام عن باكج الذي سوف يكون حاضر معنا غدا الخامس في باكجات نجوم الأسبوع الجديدة والرسمية كما ترون على الشاشة قامت شركة كونامي بالإعلان عن أقوى 3 نسخ سوف تكون داخل هذا الباكج لاعب من جنسية الدرمارك ولاعب من جنسية النرويج ولاعب من جنسية اليابان سوف نقوم بالإطلاع على كل هذه النسخ التي سوف تكون حاضرة معنا كالعادة اشتركوا في القناة فعلوز العجلات خلونا نوصل إلى 100 ألف مشترك إن شاء الله أما الآن يا أخي الكريم سوف نبدأ بالنسخ التي سوف تكون حاضرة معنا داخل هذا الباكج بالنسبة للعب الذي جنسيته من الدرمارك فبطبيعة الحال سوف يكون حاضر معنا مهاجم مانشستر يونيتد هيولوند في ماركة السيف بلفل 98 أو 99 يعني تخيل أي شيء يا أخي الكريم إن كانت نسخته بوستر فأتوقع أن تصل إلى 99 أو 89 وتكون نسخته أسطورية إن شاء الله سوف ننتقل يا أخي الكريم الآن إلى اللاعب الذي جنسيته من النرويج وبطبيعة الحال وهو أوديغارد نعم يا أخي الكريم في مركز IMF أتوقع أن تكون هذه النسخة بوستر بلفل 101 أو 100 داخل التشكيل إن شاء الله وأخيران يا أخي الكريم بالنسبة للعب الذي جنسيته من اليابان فسوف يكون حاضر معنا كوبو في مركز IMF بلفل 98 أو 99 داخل التشكيل لو تكون نسخته بوستر بطبيعة الحال يعني لسوء الحظ يا أخي الكريم رغم ما تألق ليفاندوسكي هذا الأسبوع سجل هدفين لسوء الحظ يعني نتفاجأ بأن شركة كونامي لسوء الحظ لم تقم بإضافته في باكج نجوم الأسبوع لم تعلن عنه في حسابها إنستغرام لسوء الحظ كذلك تألق كل من كيليان بابي محمد صلاح يعني سجل هدف يعني وقدم مباراة أسطوريا لسوء الحظ كذلك أخي الكريم تألق لوطرو مارتينيس وسجل هدف مع إنتر ميلان ولكن النسخ الأخرى المتوقع نزولها ضمن هذه النسخ التي أعلنتها في حسابها يا أخي الكريم لدينا نسخة ويت كينز في مركز IMF بلفل 97 كذلك أتوقع أن نزول ماركوس لورينتي في مركز IMF بعد تسجيله لهدفين أخي الكريم أتوقع أن يصل ليفل ماكس الخاص بـ 7 أو 6 وطول ولكن يا أخي الكريم يعني المفاجأة أن شركة كونامي سوف تعود كل هذه النسخ في باكج سوف يكون أسطوري باكج دوري أبطال أوروبا الذي سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله يوم الخمس القادم بإذن الله سوف يكون باكج متكامل أسطوري بمعنى الكلمة هذا هو مقطعنا لهذا اليوم اشتركوا معي ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله